اهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حوار اقتصادي جديدا عبر شاشة الميادين مقلقة بلا شك الأرقام التي أوردها برنامج الأغذية العالمي حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا فنحو 12 مليون و400 ألف شخص بنسبة 60% من السكان في أسوأ حالة أمن غذائي تشهدها البلاد مع انتشار الفقر والجوع على أن الأخطر من هذه الأرقام هو نسبة الزيادة الكبيرة التي سجلت في عام واحد فنحو 4 مليون ونصف مليون شخص باتوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي فلنترك الأرقام جانبا ما هي أسباب الفقر والعوز وانعدام الأمن الغذائي التي تعاني منها نسبة كبيرة من الشعب ولسيما في الأرياف هل هو الحصار والعقوبات الغربية المفروضة على سوريا منذ عام 2012 أم أن هناك أسباب أخرى داخلية ربما وتتعلق بالسياسات الحكومية أليست هذه الأرقام نتاجا طبعيا لقانون قيصر والحصار والعقوبات المفروضة منذ تسع سنوات لكن مراقبين يرون أن سوريا صمدت في أحلك الظروف وأصعبها أمنيا اقتصاديا وسياسيا واستضغوط هائلة حاولت كسر هيبة الدولة والجيش والمؤسسات ولم تنجح في النهاية رغم الآثار والندوب التي تركتها في جسد الدولة اقتصاديا واجتماعيا أمام ما تقدم هل تكون الأرقام الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي مبالغا فيها وتحمل أهدافا أو ضغوطا سياسية لتحقيق بعض المآرب ربما زياد غصن الخبير الاقتصادي وهو صحافي أيضا متخصص في الشؤون الاقتصادية ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق للحديث عن كل هذه المحاور أهلا بك عبر الميادين زياد غصن أهلا بك أهلا بك هل أرقام المنظمات والوكالات العالمية تعكس دوما الواقع تماما على الأرض وتحديدا اليوم في سوريا يعني غالبا الأرقام والبيانات التي تصدر عن المنظمات الدولية غالبا ما تكون مبهمة لا تتضمن شرحا حول المنهجية العلمية التي تم فيها إنتاج هذه الأرقام لذلك غالبا هذه الأرقام تكون بعيدة عن الواقع أو على الأقل هي غير واضحة المعالم يعني فيما يتعلق تحديدا أيضا في الرقم الأخير الذي ذكره برنامج الغذاء العالمي حول عدد السوريين الذين يعانون من انعدام أمنهم الغذائي هذا الرقم يعني تقديريا حتى الآن هو غير دقيق لعدة أسباب أولا هناك عدة مسوح أو ثلاث مسوح إحصائية قام بها المكتب المركز للإحصاء بالتعاوم مع برنامج الغذاء العالمي تتعلق بمسح الأمن الغذائي الأسروي في سوريا هذا المسوح تمت في العام 2015 تم تحديثه في العام 2017 والتحديث الثالث تم في منتصف العام 2019 وأيضا هناك تقييم مع نهاية العام 2020 هذا التحديث تم أيضا بالتعاوم بين المكتب المركز للإحصاء وبين برنامج الغذاء العالمي حتى الآن الحكومة السورية أو المكتب المركز للإحصاء لم يعلن نتائج هذا التقييم وهذا الأمر يضع المؤشرات أو البيانات التي ذكرها برنامج الغذاء العالمي في بيانه الصحفي مؤخرا موضع الشكل حين صدور البيانات النهائية للتقييم الذي جرى أيضا فيما يتعلق نعم تفضل تفضل سيد غسل أيضا فيما يتعلق في بعض هذه البيانات بعض هذه البيانات للأسف هي لا تعكس أيضا فيما يتعلق بالتوزع الجغرافي يعني بعض هذه البيانات تنشر بشكل عام دون الإشارة إلى مصدرها دون الإشارة إلى طريقة إعدادها ودون الإشارة إلى مكوناتها يعني هناك مناطق خارج سيطرة الدولة السورية هذه المناطق لا نعرف هل هذه الأرقام تشملها أو لا تشملها طيب سيد غسل أنت تشكك بهذه الأرقام وهذه النسب من برنامج الغذاء العالمي برأيك هل عادة تكون الأرقام الصادرة عن المنظمات الأممية تحمل أهدافا أو غياتا أو ضغوط سياسية ربما أنا لا أشكك في هذه الأرقام أنا أقول أن هذه الأرقام حتى الآن غير معروفة يعني منهجية العلمية في إنتاج هذه الأرقام لم تعلن لا نعرف شو ما هيتها لا نعرف ما الطريقة التي أنتجت بها أيضا هناك أمر آخر نحن في سوريا نعترف يوجد نسبة كبيرة من الفقر هناك نسب عالي من انعدام الأمن الغذائي وفق المسوح الثلاثة التي أجريت ثلث السوريين كانوا يعانون من انعدام أمنهم الغذائي ونصف السوريين تقريبا كانوا في المنطقة الهشة إذن الفقر موجود وهذا الفقر للأسف زاد وانتشر خلال عامين الأخيرين لعدة أسباب أما فيما يتعلق بوجود غايات أو أهداف سياسية أحيانا ربما يكون هناك أيضا غايات سياسية يعني عندما لا يذكر بيان الغذاء العالمي الأسباب الحقيقية لارتفاع نسبة الفقر في سوريا عندما لا يتطرق إلى قانون قيصر وتأثيره على معيشة السوريين على تأمين احتياجات السوريين فقط ذكر البيان أو تطرق إلى مسألة انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي قامت بها الحكومة السورية وتأثيرها على الوضع الاقتصادي لكنه لم يتحدث نهائيا عن العقوبات الأمريكية وعن تجديد الحصار الأمريكي على سوريا منذ بداية 2019 عندما لا يكون موضوعيا البيان الأممي في حيال أي مسألة إنسانية في سوريا أكيد سيكون هناك شك حول غاياته وأهدافه سيد غصن للحديث عن الغايات والأهداف وأنت تحدثت عن أسباب سوف نشاهد تقرير لمراسلنا في دمشق محمد الخضر يضيء حول هذا الموضوع ونعود لمتابعة هذا الحوار أرقام صادمة عن قدرة السوريين للحصول على الغذاء نشرها برنامج الغذاء العالمي 12 مليون و 400 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي أي ما يقارب 60% من السكان نسبة الفقراء تزداد عاما مع دعام مع الارتفاع غير المضبوط للأسعار وتدني القدرة الشرائية فخلال هذه الفترة القريبة بعد ما صدرت فئة الخمس تلاف ليرة يلاحظ أن الأسعار حلقت مع الخمس تلاف ليرة يعني بنسبة بحدود العشرين لخمسة عشرين بالمية وأن المكتب مركز الأحصاء أعلن أن معدل التضخم تجاوز 200% في عام 2019-2020 كل هذا تنعكس على المستوى المعيشي للأسر السورية التقرير الأممي أشار إلى ارتفاع كلفة المواد الغذائية الأساسية كالخبز والأرز والعدس والزيت والسكر إلى ما لا يقل عن 120 ألف ليرة لإطعام عائلة لمدة شهر مبلغ يتجاوز بكثير متوسط الرواتب والأجور فيما تراجعت قدرة كثير من السوريين على شراء اللحم والفاكهة أنا شخصيا كنت أحسن نجيب الفواكه والقصص بس هلأ ما فيني يعني هلأ دوبني المواد الأولية اللي بدي أعيش فيها بس اللحمات مستحيلة صارت صارت يعني رفاهية ما صارت يعني أكل صارت رفاهية اللحمات مثلها مثل السيارة هاي اللحمة يعني يعني كيلو اللحمة اليوم 25 ألف ليرة من بده يقدر يجيب على راتب 60 ألف إذا بيجيب كيلو اللحمة الواحد ما بيعقل يعني أكثر من 50% من السوريين أفادوا بفقدان مصدر أو أكثر من مصادر الدخل بالسبب الانكماش الاقتصادي وجائحة كورونا فيما اضطر آخرون إلى الاستدانة وبيع ممتلكاتهم لتأمين مصدر دخل مؤقت لهم هي الحرب والحصار فعلا فعلهما في بلد عرف طويلا بأنه من أكثر دول العالم تفوقا في إنتاج أساسيات الأمن الغذائي حبوبا وخضارا وفاكهة ولحومة حرب تشك على الانتهاء ليبقى سيف الحصار مسلطا على لقمة عيش السوريين محمد الخضر دمشق الميادين سيد غوصن يعني هناك في التقرير صرخة ناس صرخة موجوعة الناس موجوعة بطبيعة الحال أنت تحدثت عن أسباب لم تذكرها برأيك هذه الأسباب هل يمكن أن تكون فقط سبب خارجي أم أيضا هناك ما يتعلق بسياسات حكومية متعاقبة على مدى عقود جاءت الحرب وزادت من حدة الأزمة الاقتصادية وأدت إلى نوع من الترهل الحكومي إن صح التعبير أو خربطت بعض البرامج هل توافق على هذا الرأي؟ يعني التناول مسألة الفقر في سوريا وأسبابه هو أمر يحتاج إلى رؤية شاملة للموضوع يعني هناك أسباب داخلية وهناك أسباب خارجية إذا بدأنا بالأسباب الداخلية يجب أن نعترف أن بعد تسس سنوات حرب البنية الإنتاجي والخدمي لمعظم المؤسسات في القطع العام أو في القطع الخاص قد تضررت هذا الضرر كان أحيانا بشكل كامل وأحيانا بشكل جزئي وبالتالي هذا ترك أثاره على توفير فرص العمل ترك أثاره على سعر الصرف ترك أثاره على توفير السلع داخل الأسواق السورية أيضا يعني ملاحظ أن الأزمة الاقتصادية التي سادت المنطقة خلال العامين الأخيرين وتحديدا في لبنان المجاور أيضا أثرت بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي في سوريا وعلى معيشة السوريين وتركت أثار سيئة وسلبية على هذا الأمر أيضا منذ بداية عام 2000 أين تحديدا تأثرت سوريا بالأزمة اللبنانية في أي قطاعات يعني يعني ضعني أشير إلى قطاع مثلا تجارة الترانزيت مثلا التي كانت تتجه من مرفأ بيروت باتجاه الأراضي السورية هذه خفت لعدة أسباب منها الأزمة الاقتصادية في لبنان ومنها أيضا العقوبات الأمريكية ومحاولة يعني محاصرة سوريا وإحباط عملية استثمار معبر نصيب الحدودي بطاقاته المعروفة أيضا فيما تعلق بالتحويلات المالية التي كانت تأتي عبر لبنان إلى سوريا تحويلات غير شرعية كانت في معظم لكنها كانت تشكل سندا رئيسيا لمعيشة ودخل كثير من الأسر السورية هذا أنق الطعام مهمان تأثرة بالأزمة الاقتصادية التي حدثت في لبنان أيضا إذا أردنا أن نشر فقط إلى فكرة العقوبات الأمريكية ومدى تأثيرها على الحالة الاقتصادية في سوريا في العام 2019 وما دون في العام 2018 سعر الصرف في سوريا كان مستقر لمدة عامين ونصف سعر الصرف في الليرة السورية كان استقر لمدة عامين ونصف وهذا ترك تأثيراته الإيجابية بصراحة على استقرار الأسعار في سوريا على عملية إعادة إصلاح وتأهيل المعامل والمنشآت الصناعية لكن مع بداية 2019 وتجديد الحصار الأمريكي على سوريا ومن ثم إصدار قانون قيصر وتطبيقه أدى هذا إلى تأثر سعر الصرف وانخفاض سعر الصرف في الليرة أدى إلى صعوبة استيراد السلاع والمواد إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد إلى عرقة لتوصول الغذاء والدواء والنفط إلى سوريا وبالتالي كان لها تأثيراتها السلبية أيضا أما الأسباب الداخلية فهناك نعم نعم سيد غصن لو سمعت سوف نتحدث عن الأسباب الداخلية ولكن اسمح لنا أن نأخذ فاصل بعض الفاصل نتابع مباشرة بالأسباب الداخلية لهذه الأزمة مشاهدين الكرام فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحوار أهلا بكم من جديد مشاهدين مع هذا الحوار الاقتصادي معي من العاصمة السورية دمشق السيد زياد غصن وهو خبير اقتصادي وصحافي متخصص بالشؤون الاقتصادية كنت تتحدث عن أسباب داخلية حكومية تتعلق ببرامج وخطط ساهمت أو أدت إلى ازدياد حالة الفقر وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين السوريين ما هي هذه الأسباب الداخلية سيد غصن مجمل هذه الأسباب تتمحور في شقين أساسيين الشق الأول للأسف سوريا لم يكن فيها منظومة حماية اجتماعية قادرة على الوصول إلى الأسر المحتاجة وتقديم الدعم الإنساني لهذه الأسر لو كانت هذه الشبكة موجودة شبكة الحماية الاجتماعية لكانت أسهمت بشكل جيد في تخفيف حدة الفقر وقصوتي على شرائح واسعة من السوريين الأمر الآخر هو فيما يتعلق بإدارة الأزمة الاقتصادية في الداخل يتعلق في إدارة السوق الداخلي وكيفية التحكم ومقاربة الأسعار ومقاربة أسباب العز المالي للموازن والذي هو السبب الرئيسي للأسف في أحيانا ارتفاع الأسعار السياسات الاقتصادية التي تبعت خلال السنوات السابقة وجزء منها أيضا يعود لما قبل الأزمة جراء الانفتاح الاقتصادي هذه أسهمت في تباطؤ الحركة الانتاجية الداخلية أسهمت في الاعتماد أكثر على المستوردات خلال سنوات الحرب بعد تضرر القاعدة الانتاجية السورية أو ما تبقى من القاعدة الانتاجية السورية أصبح مسألة إعادة تأيلاذ يحتاج إلى إجراءات خاصة إلى تسهيلات خاصة إلى قوانين مشجعة هذا الأمر للأسف لم يحدث بالشكل الذي كان يتمناه السوريون جميعا اليوم هناك تعويل وتوجيه سوري على أعلى المستوىات للتوجهة نحو إعادة تنشيط الحركة الانتاجية الداخلية في القطعين الأساسيين قطع الصناع وقطع الزراعة لأن بهذين القطعين يمكن لسوريا أن تخفف كثيرا من حدة العقوبات الخارجية أن تعيد تحسين مستوى المعيشة لشرائح واسعة من السوريين وبالتالي مواجهة الفقر بانتظار الحل السياسي الذي هو المحور الأساسي أو الحامل الأساسي لحل الأزمة الاقتصادية في سوريا وأعتقد أيضا في المنطقة تتحدث عن برنامج يساعد القطاع الصناعي والقطاع الزراعي للإنتاج محليا هناك قانون قيصر واحد ويحكي عن قانون قيصر اثنين هذه القوانين تساهم بالحد ومحاصرة الواقع السوري وبالتالي فإن الإنتاج يتلخص أو ينحصر في التصريف المحلي أيضا هناك صعوبات في تأمين المواد الأولية لهذه الصناعات ويضاف إليها أيضا هناك مدن صناعية كبيرة إن كان في حلب أو في عدرة في ريف دمشق أدى الإرهاب أو سهم الإرهاب بتدميرها كليا هناك صعوبات كبيرة يعاني منها هذا القطاع وتحديدا القطاع الصناعي ولطالما كانت سوريا تعتبر دولة الصناعة العربية كما كان يطلق عليها الواقع اليوم بعيد عن ما هو مأمول من الشعب السوري حاليا الواقع الاقتصادي الداخلي وتحديدا فيما تعلق بقطاعي الصناع والذراع يحتاج إلى إعادة نظر هو يعاني من سلبيات كثيرة يعني إلى الآن لا تزال مسألة المساعدة أو تأهيل الصناعات المتدمرة أو المدمرة جزئيا أو كليا خلال سنوات الحرب تسير ببطء شديد نتيجة الإجراءات نتيجة القوانين نتيجة الأنظمة التي لا تزالي يعمل فيها منذ سنوات أيضا أيضا القطاع الزراعي هذا العام هناك مؤشرات نأمل أن تكون إيجابي فيما يتعلق بإعادة هيكل الخطة الزراعية التي تكون منسجمة ومواكبة لإحتياجات البلاد وتأمين إحتياجات السوق المحلية هناك خطوات تمت خلال فترة الماضية يؤمن منها أيضا أن تكون داعم وموساندي لعادة هيكلة العملية الإنتاجية في سوريا عادة تطوير هذه العملية عادة إحياءة من جديد لدينا مشروع قانون للاستثمار في سوريا نأمل أن يصدر قريبا ويتكون عونا للتحسين البيئة الاستثمارية في سوريا أيضا لدينا قانون وهناك لجنة شكلت لإعداد تعديلات على السياسة الضريبة وقوانين الضريبة للمساهمة في تحقيق العدالة الضريبية للمساهمة في تخفيف حالة الاحتقان جراء الرسوم والضرائب وتوجيها الوجهة الصحية بما تخدم خزينة الدولة باعتبارها حق لخزينة الدولة وأيضا تحقق العدالة بالنسبة للمكلفين تبعا للأعمال والأنشطة التي يقومون بها لذلك مسألة انتظار نتائج لعملية التطوير أو تحسين الأداة الانتاجة هي عملية تركمية وليست بناء على قرار أو محددة بفترة زمنية معينة سيد غسل أعتذر على المقاطعة ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا كشفت في وقت سابق أن سوريا تتصدر قائمة الدول الأكثر فقرا في العالم إذ يعيش تحت خط الفقر نحو 90% من الشعب على هذا الرقم دقيق حتى الآن هناك مجموعة ضخمة من البيانات والأرقام تصدر عن جهات دولية تصدر عن مؤسسات بحثية خارجية تتحدث عن وقع الفقر في سوريا لكن طالما هذه البيانات والأرقام تنطلق من اجتهادات شخصية من رؤى خاصة لم تبنى على مسوح إحصائية تشمل جميع المناطق السورية فيها تبقى هي مجرد تكهنات مجرد تقديرات لحين صدور بيانات دقيقة في سوريا نعم نسبة الفقر في سوريا عالية جدا هذا أمر حقيقة مسلم بها لكن هل هذه الأرقام كما ذكرت مؤسسة المنظمة السحية 90% ولا 95% ولا 80% ولا 70% إلا هناك مجموعة بيانات متضاربة في هذا الأمر البيان الأخير الذي قلت لك أن مسح الأمن الغذاء المعلن الذي جرى في 2017 وهو مسح تم بين المكتل المركز للأحصى وبرنامج الغذاء العالمي أشار إلى وجود ثلث السوريين تقريبا يعانون من حالة عدم الأمن الغذائي ونحو 45% هم يعيشون ضمن الطبقة الهشة هذه الطبقة معرضة في أي لحظة بالانزلاق نحو خانة المعدمين غذائيا أو الارتفاع إلى خانة أو جزء منه طبعا الارتفاع إلى خانة تحقيق الأمن الغذائي فقط كان هناك بحدود 23% من السوريين هم في حالة آمنة غذائيا خلال ذلك المسح الذي أجرى في 2017 وأيضا في عام 2019 جرى تحديث لهذا المسح تقريبا كانت الأرقام متقاربة مع المسحة اللافت سيد غسون أن ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من عدم الأمن الغذائي بنسبة 57% أي بمقدار أربعة ملايين ونصف مليون شخص في عام واحد فقط إلى ما تعز هذه الزيادة المضطردة لو سمحت حاليا كما أعود لأؤكد أن هذه البيانات تبقى بيانات صادرة عن جهة ما لا نعرف ما هي وطريقة إنتاجها لكن مسألة منذ أو خلال العامين الأخيرين وتحديدا منتصف العام 2019 وبداية العام 2020 شهدت الأسعار في سوريا موجات مرتفعة متتابعة شكلت صدمة وشكلت يعني عاملا أساسيا في صعوبة الأوضاع المعيشية في صعوبة حصول الأسر على احتياجاتها الأساسية من الغذاء والدواء والسلة الاحتياجات اليومية نعم هناك خلال العامين الماضيين زادت نسبة عدد السوريين الغير قادرين على تأمين الاحتياجات الأساسية من الغذاء لكن هذه النسبة حتى الآن لم يتم يعني حصرها إحصائيا وفق مناهج علمي وفي شكل موضوعي تعكس الواقع على حقيقته هل أكان يمكن لأي دولة غير سوريا أن تنهار اقتصاديا إن تعرضت لنفس الضغوط والحصار لو لا الاكتفاء الذاتي الموجود في سوريا ولو نسبيا في بعض القطاعات سؤال أخير لو سمحت سيد غسون مسألة هذه المقاربات لوضع سوريا نعم سوريا قبل الأزمة كان لديها حالة كاملة من الاكتفاء الذاتي خلال سنوات الحرب أيضا سوريا استمرت العجلة الانتاجي رغم كل الأوضاع الأمني رغم كل تأثيرات المعارك رغم كل العقوبات استمرت هذه العجلة أنا فقط أود أن أشير إلى ناحية مهمة وهي يعني لولا مسألة احتلال الأمريكي لحقول النفط ومنع الحكومة السورية من نقل محصول القمح الموجود في المنطقة الشرقية إلى الباقي المحافظات وتأمين كل احتياجات أعتقد أن كانت الأمور ستكون أفضل فيما يتعلق بتوفير حوامل الطاقة وفي أيضا مسألة توفير الخبز للسوريين هذه نقطة مهمة يعني يجب الإشارة إليه وهذه تعكس أيضا أنه لولا الاحتلال الأمريكي كان بإمكان سوريا أن تعتمد ذاتيا على التخفيف من حدة الأوضاع المعيشية وصعوبتها بالنسبة للسوريين وللأسف هذه الأمم المتحدة لم تذكرها أو ببرنامج الغذاء العالمي لم يذكر هذا الأمر في تقريره للأخير هو تحدث عن تأثير فيروس كورونا ولم يتحدث مثلا عن تأثيرات احتلال الأمريكي للحقول النفط عن منع الحكومة السورية من نقل محصول القمح عن عرق لتوصول نقلات النفط إلى الشواط السورية على التكاليف الباهظة التي ترفع والتي تصل إلى نحو 50% على الاستيراد السلع والمواد الغذائية والدواء أيضا إلى سوريا السيد زياد غصن الصحافي المتخصص بالشؤون الاقتصادية كنت معنا من العاصمة السورية دمشق أشكرك جزيلا على هذا الحوار مشاهدين الكرام إلى هنا وينتهى هذا الحوار الاقتصادي نشكر لكم حسن المتابعة نلتقى الأسبوع المقبل مع قضية اقتصادية جديدة إلى اللقاء